موسيقى الله يا الله الله يا الله الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب الناهي عن الصفة بغير ما وصف الله به نفسه وهذا الباب من الأبواب الجليلة في كتاب الكافي الشريف لأن باب الصفات من الأبواب التي سقط فيها الكثيرون وليعلم أن الله سبحانه وتعالى فرد واحد متوحد لا إثنينية بين ذاته وبين صفاته ونحن إذا أردنا أن نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة يجب أن نعلم أن لله سبحانه وتعالى ثلاث أنواع من الصفات النوع الأول ما يعبر عنها بصفات الذات وهي الصفات التي عين ذاته لاختلاف بينها وبين ذاته سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والحياة وما إلى ذلك من صفات الذات الحياة ليس عنصرا طارئا على الله سبحانه وتعالى بأن لم يكن حيا ثم صار حيا وليست هذه صفات زائدة عن ذاته مغايرة لذاته بل هذه هي صفات عين ذاته سبحانه وتعالى هذه يعبر عنها بصفات الذات النوع الثاني من الصفات هي صفات الفعل الله سبحانه وتعالى عالم قادر مختار فلذلك الله سبحانه وتعالى فاعل بالإرادة يخلق الخلق الخلق صفة فعل الرزق صفة فعل وهذه الصفات صفات الفعل ليست عين ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك يصح سلبها عن الله سبحانه وتعالى بشكل إجمالي نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يرزق زيدا ثم رزقه إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق عمرا ثم خلقه هذه بالنسبة إلى صفات الفعل أما صفات الذات لا يصح سلبها عنه إطلاقا لا يصح أن نقول إن الله لم يعلم بوجود زيدا ثم علم به كلا بل الله سبحانه وتعالى كان عالما منذ الأزل ولكن الرزق نقول إنه لم يرزقه ثم رزقه لم يخلقه ثم خلقه القسم الثالث من الصفات هي الصفات السلبية وهي الصفات التي يجل الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ننفي هذه الصفات عنه صفات الجلال أو بتعبير المتكلمين الصفات السلبية فهناك صفات ذات والصفات فعل والصفات السلبية وسنتكلم إن شاء الله في المستقبل بشيء من التفصيل في الفرق بين هذه الصفات ثم نأتي إلى وصف الله سبحانه وتعالى لا يصح لأحد أن يصف الله بشيء لماذا؟ لأنه لا أحد يدرك كنه ذات الله سبحانه وتعالى ونحن بعقولنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى متحلي بجميع صفات الكمال وإن الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات النقص ولكن إذا أردنا أن نصفه بشيء لعدم اطلاعنا على كنه وحقيقة ذاته يجب أن نتوقف في الوصف وأن نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعالم نصفه الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعليم نصفه بذلك الله وصف نفسه بالخالق نصفه بذلك لكن أن نبتدع من أنفسنا وصفا ونصف الله سبحانه وتعالى بذلك الوصف فهذا مما لا يجوز هذا الباب باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى يتضمن عدة أحاديث في هذا المجال وصلنا إلى الحديث الثالث الحديث الثالث يتضمن أن بعض الناس وصفوا الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق بجلاله والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يتبرأ من تلك المقولة وكما تعلمون فإنه كثير من الناس وخاصة في تلك الفترة في فترة بداية حكم بن العباس إلى نهاية حكم المأمون وبعد ذلك كانت فترة الساحة الكلامية ساحة فاعلة جدا حيث التقى المسلمون بالأفكار الأخرى لأن الفتوحات توسعت والكتب ترجمت من اللغات المختلفة فصار هناك خضم فكري كبير جدا فبعض الناس لأنهم لم يتمسكوا بوصية الرسول صلى الله عليه وآله حيث أنه ترك في أمته الثقلين وهما كتاب الله وعترته أهل بيته وتوجهوا نحو الشارق ونحو الغرب ونحو آرائهم فلذلك انحرفوا وكان نتيجة ذلك أنه الانحراف وصل إلى المباحث التوحيدية فابتدعوا أفكارا وآراءا ثم بعض الناس وضعوا أحاديث ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله انتصارا لما كانوا يعتقدون من فكر وبيّنوا للناس بأن هذه هي العقيدة الحقة فالأم عليهم الصلاة والسلام في ذلك الخضم كانوا يبينون الحق الصريح ويرشدون الناس وكثير من الناس كانوا ظالين ولكن حينما التقوا بالأم عليهم الصلاة والسلام وسمعوا كلامهم اقتنعوا بذلك الكلام وحداهم الله سبحانه وتعالى بأن نور قلوبهم بنور المعرفة فاهتدوا مثلا هشام ابن الحكم هشام ابن الحكم كان رجلا منحرفا في العقيدة كان مجسما يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم لكن حينما التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام ألقى عليه الحجة وجاد له بالتي هي أحسن اهتدى وبعد أن اهتدى الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن له التوحيد الصحيح فتلقى العلم من الإمام ثم صار معلم الناس في ذلك وهذا هشام ابن سالم الجواليقي أيضا كان منحرفا لكن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فاهتدى وصار معلم الناس في مسائل التوحيد وهكذا آخرون كثيرون من الناس كما نشاهد أن كثير من المشركين هؤلاء كانوا من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله لكن حينما التقوا بالرسول واستمعوا إلى آيات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم نور العلم والمعرفة فاهتدوا وصاروا حملت لواء التوحيد بين الناس هذا أبو ذرء الغفار كان مشركا لكن الله سبحانه وتعالى هداه فصار حامل لواء التوحيد وهكذا آخرون من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا كانوا مشركين ثم اهتدوا وثبتوا على الطريقة الصحيحة مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهكذا كان في المجتمع الإسلامي في طول الخط هذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه إلى قبل يوم عاشرة بأيام قلائل أو بليلة واحدة كانوا في المعسكر المعادي الذين جاءوا لقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أو الذين كانوا في المعسكر الخاذل لكنهم احتدوا فالتحقوا بجيش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهداهم الله سبحانه وتعالى وأصبحوا من الشهداء بين يدي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهكذا سائر الأئمة كانوا يهدون الناس بالحق وبه يعدلون فليس من المستغرب أن يكون رجل كهشام ابن الحكم في بداية أمره يعتقد بالتجسيم أو يعتقد بعقائد انحرافية أخرى لكن يهتدي بيد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وليس من البعيد أن رجل مثل هشام ابن سالم الجواليقي يكون منحرفا لكن يهتدي بيد الإمام عليه الصلاة والسلام ويصل إلى درجة سامية بحيث يكون معلم التوحيد للناس ببركة أن هداه الله سبحانه وتعالى بيد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يبين عقيدة كان يعتقدها بعض هؤلاء قبل احتدائهم بيد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وهذه العقيدة شاعت عنهم ثم لما اهتدوا وتابوا منذ تلك العقيدة وبينوا التوحيد الصحيح كان الناس يأتون ويسألون عن تلك العقائد والأم عليهم الصلاة والسلام كانوا يبينون بطلان تلك العقائد وكانوا يبينون في بعض الأحيان أن أصحاب تلك العقائد هم تنازلوا عن تلك العقائد لما ثبت لهم بطلانها على كل حال من جملة العقائد التي كان يعتقدها البعض أنه كانوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء رأى ربه في صورة الشاب الكامل من أبناء الثلاثين هكذا كانوا يزعمون ومن شأوا زعمهم أن هناك حديث أن الرسول كان بتلك الكيفية يعني حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء في المرة الأولى لأن الرسول عرج به مرات متعددة الرسول كان في صورة شاب لا أن الله كان في صورة شاب الرسول كان في صورة الشاب كامل بحدود أبناء الثلاثين يعني الرسول صلى الله عليه وآله معراجه كان بعد الأربعين من عمره لكن محياه والسماه كانت تشبح الشباب الذين هم في حدود الثلاثين عاما ثم في هذا الحديث تتم أن الرسول صلى الله عليه وآله كانت رجلاه في خضره التحريف اللي طال هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى كان على أرضية خضراء هكذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في البداية يبين أن هذه عقيدة زائفة وأن هناك تحريف طال الحديث الرسول كان بهذه الكيفية لا أن الله سبحانه وتعالى ثم يبين الميزان أنت تريد أن تعرف العقيدة الصحيحة يجب عليك أن تتبع آل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم الأمة الوسط الذي يغلو يرجع عليهم والذي يقصر يجب أن يلحق بهم لأنهم المفسرون للقرآن الكريم فوصية الرسول التمسك بالكتاب والعترة تتمثل في الأخذ بأقوالهم لأن أقوالهم تفسير للقرآن الكريم فهنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين أنه يجب عليك أن لا تتعدى النص في وصف الله سبحانه وتعالى كيف تصف الله سبحانه وتعالى بأنه يرى مع أنه الأدل لا تدل على ذلك بل الأدل العقلية والنقلية تدل على بطلان الرؤية كيف تصف الله سبحانه وتعالى بالجسمية مع أن الأدل العقلية والنقلية تدل على بطلان ذلك وكيف تصف الله سبحانه وتعالى بأنه مثلا في صورة شاب مع أن الأدلة العقلية والنقلية على بطلان ذلك فهذا الحديث يصب في هذا الاتجاه يقول إبراهيم بن محمد الخزاز ومحمد بن الحسين يقولان دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له هذه الحكاية يعني سألنا الإمام أن هذه الحكاية صحيحة أو ليست بصحيحة هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح هذه العقيدة تطابق الاعتقاد الصحيح أو لا أن محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة الشاب الموفق الموفق يعني الشاب الذي وصل إلى الكمال في شبابه فجمع بين تمام الخلقة وكمال المعنى رأى ربه في صورة الشاب الموفق في تتمة الحديث وكذلك في توحيد الصدوق يوجد تكملة رجلاه في خضرة في تتمة هذا الحديث الإمام يبين أن الذي كانت رجلاه في خضرة هو الرسول ويبين معنى الخضرة كما يأتي في سن أبناء ثلاثين سنة هكذا وقلنا أن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون كذا وكذا وكذا هؤلاء الثلاثة بنثقات الأصحاب ولكن قبل أن يهتدوا بيد الإمام الصادق كانوا من الناس المنحرفين في العقيدة والإمام عليه الصلاة والسلام بيّن لهم العقيدة الصحيحة فاهتدوا ووصلوا إلى درجات عالية هشام بن سالم كان منحرفا لكنه اهتدى صاحب الطاق يعني مؤمن الطاق كان في البداية عاميا لكنه اهتدى وكذلك الميثمي وكذلك هناك أقاويل تنسب إلى هشام بن حكم قبل احتدائه وحكينا أن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي يقولون أنه أجوف إلى السرة والبقية صمد هكذا لأن المجسمة حينما يجسمون الله سبحانه وتعالى تجسيمهم يكون تشبيح فكل واحد بعقله الناقص يشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوق من المخلوقات أو يبتدع بذهنه صورة ثم ينسب هذه الصورة إلى الله سبحانه وتعالى يقولون أنه أجوف إلى السرة والبقية صمد يعني كأنه جسم في صورة إنسان ولكن على قسمين البقية صمد بمعنى أنه لا ينفذ إليه شيء ومن رأسه إلى سرته أجوف ينفذ إليه الشيء هكذا يعني هذه في الواقع يعني تصور صنم ثم زعم أن هذا الصنم هو الله سبحانه وتعالى المجسمة هكذا حتى الآن المجسمة من المسلمين كالوهابيين وأمثالهم إذا تراجع إلى عقيدتهم هؤلاء يشبهون الله سبحانه وتعالى بالإنسان يقولون الصورة للإنسان هي صورة الله سبحانه وتعالى ولكن لعجل أن القرآن يقول ليس كمثله شيء يردون يفرون من نسبة التشبيه إليهم يقولون بلا كيف يشبه ولكن بهذه الكلمة المبهمة يريد أن يفر عن التشبيه وليس فرارا عن التشبيه إذا أنت أثبت لله سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان وليس اليد بمعنى القدرة فقد شبهته إذا قل لا أعرف كيف هذه اليد لكنها يد لا أعرف كيف هذا صار تشبيه كما أنت تقول هناك موجود له يد لكن لا أعرف كيفية يده أنت تشبهه له يد لكن لا أعرف خصوصياتها عدم معرفة الخصوصيات هذا لا يخرج كلامك بأن له يد حقيقية عن التشبيه يقولون له عين حقيقية وهكذا وهل أم جرى هذا تشبيه وهذا جعل صورة لله سبحانه وتعالى يعني هم بأذهانهم السقيمة ابتدعوا وخلقوا صورة ثم قالوا أن هذه الصورة هي الله سبحانه وتعالى مع أن هذه الصورة هي صنم مخلوق في أذهانهم هؤلاء هم كذلك قبل أن يهتدوا كانوا يزعمون هذا الزعم هذا كلام تعد على مقامة الربوبية الإنسان مقابل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في غاية الذل والخضوع لا أن يتعدى على الله سبحانه وتعالى بهذه العقائد السخيفة يعني يخلق صنما في ذهنه ثم يقول أن الله هو هذا الصنم اللي هو في ذهني هذا تعدي على الله سبحانه وتعالى تطاول على الذات الإلهية زين أنت عندما تسمع هكذا كلام يجب أن تتبرأ من هذا الكلام قولا وعملا لذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان موقفه من هذا الكلام الشنيء أولا سجد لله الإمام الرضا عليه السلام أولا سجد لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هؤلاء المشركون حينما كانوا يأتون ويتكلمون ضد الرسول وبعض الأحيان كان كلامهم تطاول على الله سبحانه وتعالى الله يقول إذا ضاق صدرك من كلامهم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين في سورة الحجر كذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بمجرد أن سمع هذا الكلام الشنيع أنهم ذول بأذهانهم السقيمة قبل أن يهتدوا صوروا صنما وقالوا إن هذا الصنم هو الله فلذلك فخر ساجدا لله الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الموقف الأول كان أن ألقى بنفسه على الأرض وسجد لله سبحانه وتعالى لكي يري البراءة العملية من هذا القول ولو أن أصحاب هذا القول أيضا تابوا عن هذا القول ولكن يبقى هذا القول قول شنيع وإن كان أصحابه تابوا عنه واهتدوا فخر ساجدا لله ثم قال سبحانك لأن الله قال في الآية فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الإمام سجد ثم قال سبحانك ما عرفوك الذي يشبه الله سبحانه وتعالى بإنسان ويصفه بهذه الصورة أنه أجوف إلى نصفه والبقية لا ينفذ إليه شيء لا جوف له سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك هذا ليس التوحيد هذا عين عبادة الأصنام الآن كثير من المسلمين هؤلاء ليسوا موحدين أصلا في الظاهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأحكام الإسلام تجرى عليه لأننا نعتقد أن كل من تشهدت شهادتين تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا لكن هذا في الباطن مشرك مثل المنافقين المنافقون في الظاهر يجري عليهم أحكام الإسلام ولكن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وفي يوم القيامة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لكن في الدنيا يجري عليهم أحكام الإسلام والآن أي شخص من أي مذهب تشهد الشهادتين هذا الإنسان يحكم عليه بالإسلام ولكن إذا كان هكذا عقيدته هذا في يوم القيامة يكون مع الكفار ومن الكفار ولا يكون مع المؤمنين لذلك في الآية الشريفة الله يستهزئ بهم في تفسيرها بالنسبة إلى المنافقين يعني يجري عليهم في الدنيا أحكام الإسلام وفي الآخرة يجري عليهم أحكام الكفار سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك يعني بأوصاف ابتدعوها واختلقوها بأذنهانهم السقيمة أنت لا يجوز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى إلا إذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بوصف أنت تستعمل ذلك الوصف عملا بقوله سبحانه وتعالى حيث أمرنا ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وصف الله نفسه بتلك الأسماء فنحن أيضا نصف الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك ولم يتبعوا وصفك من أذهانهم اختلقوا أوصاف ووصفوك بتلك الأوصاف سبحانك أنت منزه عن كلامهم لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك ما تعدوا القرآن ما تعدوا كلام الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام لوصفوك بما وصفت به نفسك سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك لأنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بالشاب اللي عمر ثلاثين سنة شبهوا الله سبحانه وتعالى بالحجر الذي لا ينفذ إليه شيء شبهوا الله سبحانه وتعالى بالأشياء الجوفاء مثلا ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يبين براءة نفسه من كلامهم اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك ماذا وصفت به أنا أصفك بذلك الوصف الأوصاف اللي موجودة في القرآن ولا أشبهك بخلقك أنا لا أعتقد بصورة شبيهة بسائر الخلق ثم أقول إن هذه الصورة هي الله سبحانه وتعالى أنت أهل لكل خير فلا تجعلني من القوم الظالمين لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك هؤلاء الذين قالوا بهذه العقيدة حشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمي الله سبحانه وتعالى هداهم بعد ذلك لأن انحرافهم كان بسبب أنه اتبعوا أساتذة منحرفين أحدهم اتبع الجهم ابن صفوان والآخر اتبع فلان وفلان اتبعوا هذا وذاك لكن كانوا في الحقيقة يريدون أن يصلوا إلى الحق لذلك الله سبحانه وتعالى أراهم الطريق الإمام يقول أنت أهل لكل خير ومن الخير هي العقيدة الصحيحة فأنا أطلب منك أن تهديني إلى تلك العقيدة الصحيحة اهدنا الصراط المستقيم أنت أهل لكل خير فلا تجعلني من القوم الظالمين هذا الموقف الأول وهو التبرؤ من هذا الكلام والسجود لله سبحانه وتعالى وبيان أن الإمام لا يتعدى العقيدة الصحيحة التي بينها القرآن الكريم الموقف الثاني الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أنه الله ليس له شبيه كما في القرآن الكريم ليس كمثله شيء فأي صورة جاءت في ذهنك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يختلف عن تلك الصورة لأنه إذا الله سبحانه وتعالى كان شبيه لتلك الصورة صار مثله شيء والحال أن القرآن يقول ليس كمثله شيء والعقل يدل أن الله سبحانه وتعالى ليس مثل المخلوقات الخالق يختلف في كل شيء عن المخلوقات ثم التفت إلينا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فقال ما توهمتم من شيء فتوهموا الله غيره يعني فاعتقدوا بأن الله غير ذلك الشيء الذي توهمته أنت في ذهنك إشمار سمت صورة الله يختلف عن تلك الصورة لأن الله لو كان مثل تلك الصورة صار إلى مثل والحال أنه ليس كمثله شيء فلذلك أنت لا تتوهم في ذهنك صورة لله ولا تتوهم حدودا لله سبحانه وتعالى ما توهمتم من شيء في أذهانكم ما تصورتم في وهمكم فتوهموا الله غيره يعني فاعلموا فاعرفوا بأن الله غير ما توهمتموا ثم بعد ذلك الإمام يبين أنه إذا تردون تعصلون إلى العقيدة الصحيحة فالصقوا بآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام لذلك قال نحن آل محمد أو نحن آل محمد النمط الأوسط يعني الأمة الوسط الآية الشريفة تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة من هي هذه الأمة التي تكون شاهدة على الناس هل مراء المراد جميع الأمة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية مثل الحجاج وفي الأمة الإسلامية مثل صدام وفي الأمة الإسلامية سراق ناس لا يلتزمون بالدين هؤلاء يشهدون على الناس هناك ناس لا تأمنهم على باقة فجل هؤلاء يشهدون في يوم القيامة كلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة المراد من الأمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا تفسير الآية أو المراد الأمة باعتبار اجتمالها عليهم نحن آل محمد أو آل محمد على الاختصاص النمط الأوسط يعني الطريق الوسطى الذي لا يدركنا الغالي الذي غلى يعني اعتقد أن الإمام أمير الممين إله هذا منحرف هذا كافر لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي الذي قصر هذا لا يسبقنا بل يجب أن يلتحق بنا الغالي لازم يرجع لنا والمقصر لازم يلحق بنا ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين معنى الشاب الموفق يقول الرسول كان بهيئة الشاب الموفق هو كان فوق الأربعين ولكن كان في صورة الشباب الذين هم في سن الثلاثين الرسول صلى الله عليه وآله عندما بلغ من العمر ثلاث وستين سنة محاسنه الشريفة لحيته الشريفة ما كان فيها شعر أبيض إلا ما يقال من ستة شعيرات بيضاء في لحيته كان الرسول صلى الله عليه وآله وهو في آخر حياته بشكل الشباب فكيف حينما كان في الأربعين من عمره كان في صورة الشاب الموفق الرسول ورجلاه في خضرة هذا له معنى سنتطرق له إن شاء الله في الحلقة القادمة فالمقصود أن الشاب الموفق هو الرسول الذي رجلاه في خضرة هو الرسول وليس هو الله سبحانه وتعالى ولكن صار تحريف في الحديث فهؤلاء تصوروا أن الشاب الموفق هو الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر